السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي توقف تحديثات ويندوز عشرة انا مش هطول عليكم في المقدمة ومش هنرغي كتير في البداية كده هندخل على ايكونة البحث في ويندوز عشرة نتب سيرفز سي اي ار وهيزهر لنا الايكونة دي هنفتح الايكونة عادي جدا هيفتح لنا النافذة تمام تعالى كده ننزل تحت عندك هنا كل الكلام او الاسماء ديت على حسب الحروف بالترتيب بالزبط هننزل تحت الحد ال W مكتوب هنا W Update هدوس هنا عليها مرتين كليك شمال مرتين تمام طيب هيظهر عندك بالشكل ده كده تعالى كده هنعملها لك من البداية هاي هنفتح ويندوز Update هيظهر عندك بالشكل ده هنا Automatic وهنا Start هنخلي دي Disable وهنا هدوس هنا على Start هستنى لما يعمل كده خلص اصبح كده هنا مكتوب ايه اهي تحت لا تحت هنا مش دي هنا هي و هنا الاسطوب هي اللي بارزة معنى كده ان احنا مشغلين ايقاف التحدثات يعني احنا كده عاملين ايقاف التحدثات تمام هدوس هنا على ايه كده تمام اوكي كده التحدثات وقفنا هندوس تاني كده و هنا سطوب معمولة هنا ايه وخلاص بس كده هو ده الشرح البسيط لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشتراك في الكناة حتى تتابع كل الفيديوهات الجديدة واي استفسار عندك اكتب تعليق وسيتم نررد عليك ان شاء الله في اكرب وقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة